لاب واحد في كرصة hcia storage بعنوان initial setup and configuration. اللاب دهات بيتكلم على ان احنا ازاي بنقدر نعمل initial configuration لوحدة ال storage بتاعتنا. اه تمام? اه هنشوف فيها ازاي ان احنا ممكن نكونفجر ال storage بتاعنا بطريقتين اما command line interface تمام? اه او طريقة ايه? تعال كده نشوف مع بعض. اه ده كده شكل لل storage بتاعنا. تمام? اه انت طبعا بتجيب الجهاز بتاعك وبتوصله بكابل على management board تمام? طبعا هو في ده كده controller enclosure بتاع storage بتاعك. بقى فيه اللي هي management board. اه زي بقول لك بيباليها default IP address. بتوصل الجهاز بتاعك. طبعا انت بتبص بعد تشييط بتاعت ال storage بتاعك وتشوف default IP address بتاعت management بتاعته ايه? تمام? اه تجيب الجهاز بتاعك وتوصله بكابل بال management board وتدي IP address لجهازك من نفس ال network بتاعت management board ديت. وتفتح ال web browser. دوت لو انت عايز تكونفجر ال storage بتاعك بطريقة AGUI. طيب لو انت عايز تكونفجره بطريقة command line اهو. بقى دي كده الجهاز بتاعك اهو. ده بتاعك. بتوصل البورت بتاعت السيريال عندك. بالبورت بتاعت الكونسول اللي هي برضو بيبقى اسمها سيريال برضو. في الكابل ده بنسميه كابل كونسول. تمام? اه بعد كده بتفتح بقى برنامج بوتي. او برامج اللي هي terminal. يعني هو اشهرهم برنامج البوتي اهو. برنامج زي كده اهو. ده كده اللي هو برنامج البوتي. تمام? ماشي. بتختار الاختيار اللي هو بتاع سيريال. تمام? هتلاقي ان الديفولت تسعة تلاف وستمية. لا هتشالها. وتكتب مكانها. واحد واحد خمسة. ميتين. هي دي السرعة اللي احنا بنستخدمها عندنا في الهواوي ستوريش. تمام? اه احيانا مسلا بيبقى البورت بتاعت السيريال ديت عندك على جهازك ما توقاش موجودة لانها موجودة في الاجهزة القديمة. فانت ممكن بتجيب كونفيرتر وتركبه في كارتل في الكابل بتاع الكونسول وتوصله يو اس بي. تمام? في الحالة ديت انت بتكتب بقى رقم اليو اس بي اللي عندك في الجهاز بتاعك. يعني بدل كوم وان ديت هتبقى كوم مسلا اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا حسب اليو اس بي اللي انت موصل عليه. تمام? وتقول له ايه? open هيبدأ يفتح لك الشاشة السودة بحيس تبدأ تكون فيجر الستوريش بتاعك. تمام كده? دقيقة اللي هي طريقتين اما بتكون فيجره command line من خلال البورت بتاعت السيريال او من خلال البورت بتاعت المانيجمنت. تمام? اه بعد كده نشوف بقى ازاي ممكن نغير الاي بي ادرس بتاعت المانيجمنت. اه ده كده الخطوات هي اللي احنا بنعملها. اه ده كده زي احنا قلنا برنامج البوتي هتجيبه هتكتب بسرعة زي ما اتفقنا كده تمام? هتطلع لك شاشة بهذا الشكل بيطلب منك ادخال بايه اليوزر نيم والباسورد. تمام? اه زي ما الستوريش بيبقى له اه ديفولت مانيجمنت اي بي له كمان اه يوزر نيم وباسورد ديفولت. تمام? اه باي ديفولت بيبقى اليوزر نيم هو ادمن. تمام كده? والباسورد ادمن اد استوريش. تمام كده زي ما وكده باين قدامكم في الشكل. تمام? اه. بالنسبة ليه? اه حتة ان انت عايز تغير بقى الانجمنت اي بي. اه دي كده برضو بالنسبة يعني هواوي اوشان ستور خمس تلاف و تلتمية و خمس تلاف و خمسمية. تمام? المانجمنت اي بي الديفولت بتاعها هو مية اثنين و تسعين مية تانية و ستين مية و عشرين مية و واحد و مية و اثنين. لانه زي ما بيقول لك بيقولوه اثنين مانجمنت بورد. فوصل اللابتوب بتاعك على اي واحدة منهم. ما فيش مشكلة. وادن نفسك اي بي من نفس هزي النتورك. اي النتورك ده هي صبنة ماسك تلاتة امتين خمسة و خمسين زيرو يعني اللي هي 16 اربعة و و عشرين. تمام? فانت هتدي نفسك مثلا وليكن مية اثنين و عشرين مثلا مية. تمام? وتتوصل. تمام? اه ده لو انت هتشتغل بطريقة الايه? الويب. تمام? لكن طبعا بطريقة الايه? الكونسول او طريقة بوتي السيريال ديت. لا انت مش محتاج الايه المانجمنت اي بي ده في اي حاجة. تمام? ماشي? بس احنا ممكن ايه من خلال طريقة اللي هي الكونسول انحنا نغير بقى ايه المانجمنت اي بي عشان نبدأ بقى اي نوصل الستوريج بتاعنا في النتورك على طول. تمام? فانتدي له بقى الاي بيز بتاعة المانجمنت اه الخاصة بي. تمام? عشان ايه مش معقول كل مرة لازم نروح نقعد عند الاستوريج نفسه عشان ايه نقدر اه نعمل له تمام? فلو انا عايز اغير المانجمنت اي بي اهو بروح كاتب كماند الاول show system management i. تمام? الكماند دوت هابتادي اعرض المانجمنت اي بيز الموجودة عايز اغيرها هقول له change system management i. تمام? وابدأ احط الاي بي. اوالا ها هقول له هاكا القاتي ان change system management i. بي هاروح كاتب اسم الانترفيس اسم الانترفيس لابي يبين منğين؟ من الكماند الاولان يعني بتكتب show system management IP هيقول لك ان اسم الانترفيس بتاع هو كزا والاي بي اللي ايه? الدفولت بتاعه هو كزا. تمام? يعني انت حتى من غير حتى انك كده تبص على ال data sheet. انت ممكن بالكماند بتاعه show system management هتعرف default management IP كام. تمام? اه لما تيجي بقى تكتب الكماند بتاع change system management IP هتروح كاتب اسم البورت. ده اكده حلاص انت كده عرفته. تمام? هتكتبه بالزبط. بعد كده هتقول له بقى ان ايه? اي بي طيب من نوع مسلا اي بي version 4. زي انتوا عارفين ان الاي بي يا اي بي version 4 يا اي بي version 6. تمام? فتكتب الايه? النوع الاول ان الاي بي طيب اي بي version 4. بعد كده هتقول له ان اي بي version 4 address هو. تبدأ بقى تحط له الاي بي ادرس الجديد. اه mask تبدأ تحط له السبنت mask. اه gateway IP version 4. وتبدأ تحط له كمان ال default gateway. تمام? اه بعد كده هيديك تحذير يقول لك خلي بالك يعني انت كده بت 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 موديفاي يعني ال network settings. هقول له مسلا نيس. وايه? ونبدأ نغير الاي بي ادرس بتاع management. تمام? طبعا انت عندك اتنين بورت management. فانت اي هتكتب الكماند ده مرتين. مرة على البورت الاولانية. ومرة على البورت التانية. تمام? اه بعد كده ترجع تقول له show system management IP. وتتأكد انه بالفعل اخذ IP الجديد. تمام كده? ده كده بالنسبة للخطوة الاولانية من خطوات الانشيال وهو تغيير الـ management IP. تعالوا كده برضو نشوف ازاي اغير الباسورد بتاعة اللي هي الـ admin اللي هو الـ default ده تمام? اهو عبارة عن command كده بتكتبه برضو في الـ i هو change user password. ده بيعمل ايه ده modify current user password. هيقول لك دخل الباسورد القديمة اللي هي admin at storage. وتقول له new password. تبدأ بقى تحط الايه? الباسورد الجديد. تمام? فدي برضو خطوة مهمة. لانه زي احنا قلنا ان الـ storage له default username و password. فممكن يبقى اي حد عارفها يقدر بكل بساطة يتوصل بكابل الـ console بتاع الـ storage ويعمل له configuration. تمام? لا. فانت ايه? من خطوات الـ initial اللي انت لازم تعملها ان انت تغير الباسورد بتاعت الايه? الـ admin. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا ممكن نعملها في CLI. انك انت تبدأ برضو تـ carry users للـ stuff بتاعك. تمام? ازاي ان كاريت حاجة زي كده اهو? اه في عندك command show user. ده بيعرض لك الـ users الحالية. تمام? فاعرض لك هو ان في عندك user من نوع admin. الـ level بتاعه super admin. الـ status online. الـ type local. تمام? الـ look هو حالياً unlocked. تمام كده? اه الكاريت امتة طبعاً بيظهر لك بقى time بتاع الـ creation بتاعه وهيكذا. تمام? بيع في بيظهر الـ user وبيظهر التفاصيل بتاعته. تمام? انا ممكن زياً بقول لك كده احنا كريت يوزرس للايه? للـ stuff اللي موجود عندنا. الـ IT. اه فمسلاً حاجة زي كده. create user مسلا وليكن باسم اه. create user type local user. الـ username test user. الـ admin. تمام? والباسورد بنحط له برضو الباسورد. تمام? يقولك مسلا ري انتر باسورد يكتبها له. تمام? آآ عايز اعدل الباسورد بتاعته اه change user password. واعدل يطلب مني ادخال الباسورد القديمة والجديدة وري انتر. تمام? آآ عايز مسلا ادل آآ آآ ادلة اليوزر. دليت يوزر وروح كاتب اللي ايه? اليوزر نيم بتاع اه. دليت يوزر يوزر نيم مسلا تست يوزر وهكذا. عايز اموديفاي تشينج يوزر يوزر نيم مسلا تست يوزر عايز اعدل الليفل بتاعه بدلا ما هو ادمن اخليه جست. تمام? فاقول له ليفل يساوي جست. تمام? دي كلا طرق الايه? التعامل مع اليوزر. تمام? آآ 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 برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن اعملها برضو في سيل اي كماند كلا اسمه ايه? شو كنترولر آآ جنرال. الكماند ده في ايدته ايه? ان هو بيعرفني معلومات عني عن الكنترولر بتاعي. يعني مسلا هو بيقول لك ان الكنترولر بتاعك اسمه كزا. الحالة الهيلس بتاعته نورمال ان هو مسلا اونلاين البروسيسور من نوع كزا. آآ مثلا الكاش كبازتي مقدرها قد ايه استهل لك الاستخدام البروسيسور قد ايه استخدام من ميموري التمبريتشر الدي ايه الفولتج الدي ايه تمام الفيرجن وهكذا. معلومات كتيرة عن ال ايه الكنترولر بتاعي بكماند اسمه شو كنترولر جنرال. آآ الجزء اللي فات من اللاب كان ان احنا ازاي نبدأ نعمل انيشيال كونفجريشن للستوريج بتاعنا بطريقة السيل ايه الكوماند لاين انترفيس. آآ وشوفنا ان احنا عملنا كزا حاجة ان احنا غيرنا المانيجمنت اي بي غيرنا الباسورد بتاعت الادمن اللي هو اليوزر ادمن تمام وشوفنا ازاي ممكن نكاريت يوزر للسطف بتاعنا مسلا وشوفنا ازاي ممكن نشوف معلومات عن الايه الكنترولر بتاعنا. آآ دلوقتي نبدأ بقى الجزء اللي هو الخاص ازاي يكون فيجر الدفايس بتاعي من خلال الجيو اي. الجيو اي بيبقى ان انت بتدخل على الويب براوزر بتاعك بتكتب اتش تي بي اس. آآ اتنين باك سلاج بعد كده تكتب الاي بي ادرس بتاع المانيجمنت اللي انت عدلناهم دولة تمام. نقطة ان فوق بعض البورت نمبر المستخدمة هي تمانين تمانية وتمانين. تمام? هي دي البورت الايه المستخدمة في المانيجمنت بتاعتنا. تمام? مفروض بيطلع لك بالزوت حاجة زي كده. اوشن ستور ديفايس مانيجر يطلب منك ادخال بتعمل ايه? تمام? اه احنا هنا في عندنا يعني كده تمام? يعني برنامج كده بحيث نقدر نعمل عليه اللابات بتاعتنا. ماشي كده? اهو تعالوا نشوف مع بعض. ماشي? ده كده اهو اه اه يعني خمسة خمسة خمسمية في تلاتة سيريز دي بايس مانيجر ديمو. تمام? ده كده يعتبر يعني سيموليشن لستوريج اللي هو اوشن ستور خمسة خمسمية. فيرجان تلاتة. نبدأ نعمل له انستول اهو. ماشي. برنامج سيموليشن بحيث ان انت وكأنك بالزبط فاتح ستوريج وبتعمل عليه اللبات بتاعتك. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اهو بالزبط حصل بقى انستول خلاص هيبدأ بقى ايه? يحصل دي تمام? ماشي بيقول لي ازا كنت عايز تعمل ستارت للديمو انا بس هقول له ممكن ماشي نقول له اوكي. اه فنش. تمام? اه القصة ان انت بتروح داخل على اه كده هتلاقي ادي كده كده انت عملت له بتدخل جواه هتلاقي في حاجة اسمها تمام? يعني انت ما تشغلوش كده على طول لازم الاول تدخل على قيمة البرنامج عشان كده ايه حبيت اوريكم الخطوات كلها ستارت ديمو. تمام? هتضغط ستارت ديمو هيبدأ يقوم الديمو بتاعك. تمام? تمام كده خلاص. بعد كده بنفتح الويب براوزر. ماشي. بنكتب الايبي ده. اه 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 اتش بيها اللي هو الجهاز الحالي اللي انت قاعد عليه او يعني ممكن تكتب برضو كلمة نقطتين فوق بعد تكتب اللي هي تمانين تمانية وتمانين. تمام كده? بيفتح لك اهو الوزر نيم بتكتبه وهو ساعة يعني هو اللي بيكتبه لك مفيش مشكلة. والباسورد تمام? تبدأ بقى تعمل ايه? اللوجين عليه. تمام كده? انت كده بالزبط فاتح الايه? بتاعك. تمام? تبدأ بقى ايه? تعمل خطوات آآ بعد كده انت كده بالزبط معاك تمام? بقى تقدر تشتغل عليه. آآ في شوية حاجات بقى عايزين نعملها آآ في الجيو اي. تمام? آآ اول خطوة فيهم ان احنا عايزين نشوف آآ معلومات عن الدفايز بتاعنا. ماشي? ونعدل الطايم. تمام كده? تعال كده نشوف القصة دي. اه بتدخل على settings. تمام? basic information. آآ هنا بيظهر لك ايه? بيظهر لك اسم الصوريش بتاعك. تمام? اللوكيشن بتاعه. بيظهر لك كمان التايم. هو ده احنا عايزين نزبطه. تمام? بتتأكد ان التايم مزبوط. ماشي. وممكن كمان ان انت آآ تبتدي تكونفجر ntp server. تمام? ntp هو الاختصار ايه? network time protocol. يهو السيرفر المسؤول عن آآ توزيع الconfiguration بتاع الطايم على الاجهزة. تمام? آآ فانت هتقول له set ntp هتحدد السيرفر. تمام? اذا كان فيه authentication هتقول له صح ان يابلو تحدد الايه? الباسورد المستخدمة. تمام? بالطريقة دية يبقى هو هتزبط الطايم بتاعه مع time الـ A. الـ storage. مع time asif ال- ntp server. تمام? ده كده تعديل الـ A. الـ time بتاع الـ storage. آآ برضو من ضمن الـ initial configuration اللي عايزين نعمله من خلال الـ GUI. آآ ان احنا آآ بالنسبة للـ sun storage. عايزين نكون فيجر البورتس بتاعة الـ storage بتاعتنا. تمام? سواء الف سي بورتس الف سي بورتس لو انا مثلا اشتغل على الف سي سان او الاثرنت بورتس او الف سي او اي او او الاثرنت بالنسبة للاي بي سان تمام تعالوا كده نشوف الموضوع ده عشان نكونفجر هذه البورتس تعال كده بندخل فين بندخل على سيستم السيستم ده بيعمل ايه بيوريك شكل الستوريج بتاعك تمام ان انت عندك مثلا هو كنترولر انكلوجر وعندك كزا ديسك انكلوجر زي ما انتوا شايفين تمام كنترولر انكلوجر واكتر من ديسك انكلوجر تمام ده كده شكل كنترولر انكلوجر بتاعنا في عندك زرارة هو زي كده بيعمل لها بمعنى ان هو بيبتري يعرض لك يعني بالزبط الشكل الكنترولر من ورا عمل ازاي هكتضغط تاني ترجعه وهكذا بحس تفرج على شكل الكنترولر بتاعك انا دهوقتي عايز اعمل ايه عايز ابتلي اكونفجر البورتس بتاعت الفي سي لو انا هشتغل الفي سي سان تعالك انا نشوف بدور كده على الفي سي بورتس بتاعتنا تمام اهو ضغط شايفين البورتس اللي هي العريضة دي هي دي تعتبر الفي سي بورتس اهي قالك ان دي الفي سي بورتس عندنا كذا بورت اهي بيو زيرو واحد واثنين وتلاتة تمام فانا دست اهي على واحدة من الفي سي بورتس تمام اه لقيت ان هو مسلا اقيل لك ان الوركينج ريت بتاعتها تمانية جيج انا مسلا فرضنا ان انا جايبها لا مش جايبها تمانية جيج انا جايبها مسلا ستتاشر جيج او حاجة زي كده تمام فبضغط على زرار موديفاي انا كده بكونفجر اللي هي البورت ايه بي زيرو تمام ماشي او ممكن انت اتشاور عليهم من تحت يعنى انا بس عايز بورت زيرو يعنى ممكن كده ها بورت زيرو تمام فانت ممكن من تحت وممكن من الرسم فانا كده مسلا مشاور على بورت زيرو اروح داخل على بروبيرتس تمام اهو اه تمام هوا بتوع المعمول auto negotiation بمعنى ان هو ايه بيبتدي يشوف الطرف التاني سرعته كام ويزبط السرعة لو انت عايز ان انت اه تعدلها ممكن اهو بعد ال auto negotiation تحدد السرعة وليكن مثلا 16 ايه جيج تمام اقول له apply اوكي تمام ماشي فهتجد ان ايه لو انا دخلت كده عليه تاني اهو تمام هتجد ان ال working rate دلوقتي بقت ايه بقت 16 تمام كده الفي سي عشان اه ال الفي سي سان ستوريج تمام كده طيب الفي ده مثلا عندي عايزة اعمل configuration اللي هو ipsan بروتوكول اسكازي. تمام فانا كده عايز اكون فيجر البورتس ليه من نوع FCOE اللي هي Fast Ethernet اسف Fiber Channel over Ethernet. تمام كده? اه بحيث ان انا سنقديهم اي بي ادرس عشان الناس تقدر النات من خلال بروتوكول اسكازي يشاور على التارجت اللي هو الستوريج بتاعه ويبتدي يظهر الستوريج بتاعي وكأنه هاردسك عنده. تمام? تعال كده نشوف الموضوع ده اها. هي دي البورتس اللي هي FCOE. تمام اهي. قال لي انت كده FCOE وشاورت على اول بورت فيهم. تمام اهي ممكن ادخل على بروتس بتاعتها. تمام? اهي. طبعا هي الحاجات اللي هي متقسمة في اتنين تاب يعني هي نفس البورت. بس في اتنين تاب. التاب الاولانية دي دي بتوريك الحاجات الخاصة بالFiber Channel. اللي هي سرعة الفايبر قد ايه. تمام? لكن لو انت عايز تكون فيجر الاي بي. نفس البورت بس بتابع تانية اللي هي اثر نت. تمام? فدي هي دي. تمام? ماشي هي حتى نفس اللوكيشن بنفس كل المعلومات. بس في الخانة اللي هي بتاعت التابة اللي هي بتاعت اثر نت بورت انت ممكن ايه تحط له بقى اي بي ادرس. اهو تدخل على كده. تمام? هتلاقي ان انت اهو ممكن تحط له اي بي الادرس. فرضنا مسلا رقم زي كده مسلا ماشي. خمسة ثلاثة. اه سبنت ماسك مسلا وليكن حاجة زي كده. تمام? وقلت له ابلاي. اوكي. اوكي. كده انا حطت له اي بي وسبنت ماسك. طب فين بقى الديفولت جتوي? الديفولت جتوي بتحط كده. هنا من من روت management. يبقى انت من بتحط الاي بي وسبنت ماسك. من روت هنا بتحط الاي? الديفولت جتوي. اهو ده كده الاي بي ادرس بعد البورت اللي احنا حددناها. انا هقول له ان انا هاد. ديفولت روت. هو بيتعامل مع الديفولت روت. اه يعني ايه ديفولت روت? يعني اللي هي النيتورك اللي هو النيتورك اللي هي اربع صفار باربعة صبنت اربع صفار. بالنسبة للنيتورك والصبنت ماسك يعني كأن ايه ايه اي شبكة. تمام? فكأنك بتقول لك اي انا عايز اعمل استاتيك روت او ديفولت روت لأي نتورك في العالم. هطلع على انهي جتوي. فالجتوي اللي انت هتكتبه هنا هو ده الديفولت جتوي بتاع البورت بتاعتك. والي يكون مسلا حاجة زي كده. 9265 واحد. اوكي. بالزبط. انت كده كأنك بالزبط حطيت له ديفولت روت وي. تمام? فهاي دي طريقة وضع الاي بي. والصبنت ماسك والدفولت جتوي على الايه. الفاست اثير نت. فاست اه فايبر شانل اوبر اثير نت بورت. اول اثير نت بورت. يعني اذا عندك بورت اثير نت برضو هتشاور عليها وبنفس الكلام هتبتزحط لها اه نفس الكونفجراشن الاي بي والا وصبنت ماسك والدفولت جتوي. انت كده جهزت الايه لستوريج بتاعك. انه يبقى ساني ستوريج. سواء كان بترية الاي في سي سان او بترية الايه الاي بي سان. تمام كده? اه برضو عايزين نعمل حاجتين تانين في اللي هي التباب اللي هي بتاعت سيستم ديت. عايزين نتأكد من حالة اي هاردسك اذا كان سليم او فيه مشكلة. تعال كده نشوف الموضوع ده. اهو. بنضور الكنترولر بتاعنا عشان نقدر نشاور على الهاردسكس. لو انت شاورت على اي هاردسك منهم. تمام? اهو اسمه لوكيت ديسك. بالضغط كده عليه ايه اللي بيحصل بيقولك ان عملية هتبان. تمام? زي ما شايفين هتلاقي ان البورت عمالة تنور اخضر واحمر. تمام? ماشي? يعني ايه الكلام ده? يعني هو بيديني انديكيشن. لا ده هو كده الهاردسك موجود. تمام? لو فيه ارر او حاجة بتبقى ايه? مدية زي لون احمر على طول. تمام? فاحمر متقطع يعني معناه ان الهاردسك دوت كده موجود وتمام ما فيش اي مشكلة. يفضل بقى ايه ينور بالشكل ده لما انت تقول له ايه? تمام كده? فدي برضو حاجة ان انت ممكن ايه? تتأكد من سلامة اي هاردسك موجود. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعملها ان انا نتعلم مع بعض ان انا ممكن اشغل او اطفي اي موديول موجود عندنا في الكنترولر. تعال كده برضو الموديول هتبان من ورا. كل دي موديول. تمام? اه انت لو ضغطت على الموديول نفسه. هتلاقي فيه حاجة اسمها ايه? باور اوف. ان انت ممكن تطفي موديول بالكامل بكل البورتس اللي موجودة فيه. تمام? اه مشغلت مسلا على موديول زي كده اه باور اوف. اوكي. انت كده خلاص طفيت هزا الموديول. تمام? شوف يبان بلون زي اصفر كده ان هو يعني كأنه مطفي. عايز تشغله تاني بتضغط عليه تاني وتقول له باور اون. اوكي. خلاص. ايه? الموديول. اشتغل تاني. تمام? اه فدي بعض الحاجات اللي احنا عملناها. في التابة اللي هي بتاعت سيستم. تمام? اه قدرنا زي نكونفجر البورتس بتاعت السان للف سي. الف سي او اي. اه شوفنا زي نلوكيت ديسك. شوفنا زي نطفي ونشغل انبوت اوبوت موديول. تمام? اه كده يعتبر اللاب بتاعنا اه خلص. تمام? اه في برضو كده عندنا اه سؤال في اخر اللاب. تمام? بيقول لك هاو تو تشيك السيربس اي بي. بتاعت الستوريج. تمام? ازاي نتشيك السيربس اي بي بتاعت الستوريج. تمام? وازاي نلوكيت اه فولتي هارد ديسك? حتة نلوكيت فولتي هارد ديسك دي احنا لسه شايفينها حالا. انت بتروح مشاولة على الديسك وتقول له ايه? لوكيت. طيب عايز تشيك السيربس اي بي بتاعت الستوريج. اه لها كزا طريقة. ممكن بطريقة السي ال اي. تمام? اه ممكن بنشوفها بترايت ايه? شو سيستم منجبنت اي بي. بيعرفني على طول ال اي بي ادرس بتاع الستوريج بتاعي. اه قبل طبعا ما تكونكت عليه. تمام? لان انت حيط اللي انت تشوفها بالجيو اي انت اصلا تكونكت عليه من خلال الجيو اي من خلال الاي بي نفسه بتاع المانجبنت. فلأ انت بتوصل بكابل كونسول بتقول له شو سيستم منجبنت اي بي. يبع انت كده عرفت السيربس اي بي بتاعت الستوريج. تقدر بقى ساعتها ايه? تكونكت عليه من خلال الجيو اي. تمام كده? اه او انك انت مسلا لو هو الستوريج لسه جديد وما فيش ايه عليه فانت من خلال الداتاشيت بتاعته بتعرف الديفولت مانجبنت اي بي بتاعه. تمام كده? وبكده يكون خلص لاب واحد.